الفاروق رضي الله عنه بنت حفصة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام أم كل ثم من تعليمه شهور يا أخواني زواجه من عمر طبعا يا أخواني لا تستغربون إذا لقيته شيعة 12 الآن ما يعرف أن عثمان بن عفان متزوج ثنتين من بلات النبي شقيقات فاطمة ترى ما عندهم خبر فيها عمرهم ما يكلمونهم عن هذه المعلومات شايف الرضا عن الدين شايف اتحاد العقيدة مصاهرات الفاروق الروح المصاهرات الفاروق رضي الله عنه وارضاه مع آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نشوفوا أخواني وهذه صدمات ترى ترى الشيعة أول مرة تمر عليهم شوفوا يا أخواني الفاروق رضي الله عنه بنت حفصة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنه مرة طلقها فأنزل الله جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال راجعها فإنها صوامة قوامة فراجعها وماتت عنده الروح إلى أم كلثوم بنت علي أم كلثوم بنت علي مشهور يا أخواني زواجها من عمر اللي يقولون فيها ذلك فرجل غصبنا الحسين بن علي متزوج حفيدة عمر جويرية بنت خالد بن أبي بكر بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر من سادات الصحابة وعلمائهم حفيدة جويرية متزوجها الحسين ابن علي ابن علي بن الحسين يعني من ذرية زين العابدين من ذرية زين العابدين اللي هو السجاد علي بن الحسين ها عقيدتهم مختلفة شايف الحسين من ذرية الحسين من ولد علي بن الحسين متزوج من ذرية عمر بن الخطاب طيب خلوهم يزوجون رافضية طيب عطوني رافضية جيبوا لي أنهم متزوجين من الرافض أو مزوجينهم يلا المصاهرات تفضح نذهب يا أخواني بعدها إلى المصاهرات مع آل عثمان آل عثمان بن عفان رضي الله عنه سيدنا عثمان بن عفان طبعاً يا أخواني لا تستغربون إذا لقيته شيعة 12 الآن ما يعرف أن عثمان بن عفان متزوج ثنتين من بنات النبي شقيقات فاطمة ترى ما عندهم خبر فيها عمرهم ما يكلمونهم عن هذه المعلومات ترى عثمان بن عفان مزوجه رسول الله ثنتين من بناتها الأربع لما ماتت رقية زوجة أم كلثوم شايف الرضا عن الدين شايف اتحاد العقيدة من وين لكم إمامة وعصمة وغيب وولاية تكوينية وعقائد مجوسية من وين هذه المصاهرات بين آل النبي صلى الله عليه وسلم وآل عثمان أولاً ما لا يعلمه الشيعة الإمامية أن بني أمية أقرب الناس نسباً إلى بني هاشم وهذه معلومة ما عمرها طرحت عندهم عمرها ما طرحت عندهم في الحسينيات أمية يا أخواني ابن عم عبد المطلب ابن عم عبد المطلب جد النبي فنسبهم قريب ولذا يقول أبو طالب أبو طالب لما حصنوا في شعب أبي طالب وتعصب بنو هاشم وبنو المطلب وحموا محمد عليه الصلاة والسلام المسلم منهم والكافر إلا أبو لهب قال لقصيدة مشهورة قال أعبد منافن أنتم خير قومكم أنتم خيار قبيلة قريش فلا تشركوا في أمركم كل واغلي لا تدخلون في الإمارة إمارة قريش حي الله واحد مثل أبو جهل لأنه من بني مخزون وغيره أنتم سادة قريش يا بني عبد منافن فأبو طالب يقول أن بني أمية من سادة قريش في قصيدة الإلامية المشهورة أمية ابن عمك يا عبد المطلب عارفين النسب ولا ما تعرفون والله عمرهم ما قالوا لكم هذا لا يعني أنهم معصومين ولا أنه لا خيارهم خيار وفجارهم فجار لكن لما يكون فيهم خيار ما تجعلهم الشجرة الملعونة عثمان زوجه النبي عليه الصلاة والسلام ثنتين بناته زوجة الرسول تدري أنها بنت أبي سفيان أخت معاوية ولا ما تدري أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان المكنات بأم حبيبة العظيمة هذه المهاجرة إلى الحبشة المهاجرة بعد ذلك إلى المدينة اللي ضحت بحياتها في سبيل الدين والله عمرهم ما قروا عليك سيرتها ولا تعرفها هذه تراها بنت أبي سفيان يا شيعي مضحوك عليك الله يعين يعني بينك وبين هذه الحقيقة تجرد لله عز وجل أنت تجرد لله عز وجل نرجع إلى المشجرة شوف يا أخواني رقيا وأم كلثوم تزوجهن عثمان كما هو مشهور فاطمة بنت الحسين منه زوجها ومنه ولدها ولدها محمد الديباج فاطمة بنت الحسين زوجها عبدالله ابن عمر ابن عثمان فاطمة بنت الحسين منه زوجها عبدالله بن عمر بن عثمان بن عفان شايف أن الحسين مو على عقيدتكم وجايبت لها محمد الديباج طيب سكينا أختها بنت الحسين منه زوج سكينا منه زوج سكينا أخوه زيد ابن عمر ابن عثمان عبدالله وزيد أحفاد عثمان بن عفان متزوجين ثنتين من بنات الحسين رضي الله عنه وأرضاه سئلك بالله يا شيعي قالوا لك هالمعلومة مرت عليك هالمعلومة قالوا هالك دالوا هالك أنه متزوجها اثنتين من بنات الحسين متزوجين اثنين من ذرية عثمان بن عفان ما رايك ما قلت لك أن السير سيرهم تفضح تفضح الكذبة عليهم طيب إذا نقلنا رقية وأم كلثوم مزوجين النبي عليه الصلاة والسلام عثمان فاطمة وسكينا بنات الحسين متزوجين عبدالله وزيد ابن عمر بن عثمان طيب نروح إلى رقم خمسة أم القاسم حفيدة الحسن بنت الحسن بن الحسن من زوجها مروان ابن أبان ابن عثمان حفيد عثمان طيب إبراهيم من ذرية الحسن حفيد الحسن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن ابن الحسن من زوجته زوجته رقية بنت محمد الديباج اللي هو ابن فاطمة بنت الحسين محمد بن عمر من ذرية عثمان إسحاق ابن عبدالله بن علي بن الحسين أيضا جده الثاني الحسين من زوجته عائشة من ذرية عثمان أخيرا أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر منه زوجها أبان بن عثمان ويريد السؤال ماذا يعني ذلك يلا الباكر متزوج بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وهذا حتى في كتبك الحسن بن علي متزوج حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر بنات الحسين متزوجين أحفاد عثمان بن عفان هذه المصاهرات تكشف حدة العقيدة وكذب السبائية وأن هؤلاء كذب عليهم أهل البيت في المدينة كذب عليهم زنادقة الكوفة فنسبوا إليهم دين الإمامة وبقية العقائد الغالية